بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة اليوم نتحدث تحت عنوان الأمل رغم الألم العالم كله يعيش أيام صعبة الطائرات في مهبطها لا تغني عنا شيء السواريخ في مخازنها لا تغني عنا شيء الأرصد في بنوكنا لا تغني عنا شيء بل العالم كله الآن يبحث عن طوق النجاح أين داعش أين الحروب أين قطاع الطرق أين أعمال البلطقة أين الحرب التي كانت دائرة في بلاد العرب لم نسمع عنها الآن الذي حدث جاء فيرس صغير جعل الكل في بيوته ساكنا العالم يمر بأزمة طاحنا لكن الله سبحانه وتعالى سيخرجنا منها إن شاء الله وسوف تعود بلادنا إلى ما كانت عليه وأفضل مما كانت عليه مصداقا لقول ربنا وتلك الأيام نداولها بين الناس أعتقد بعد أن تمر هذه الأزمة ستتغير خريطة العالم عسكريا واقتصاديا وتكتلات الكل يبحث الآن أين تكون القوة أرى أن مصر بإذن الله سوف تكون أفضل مما هي عليه الآن مع هذه الظروف أعتقد فينا استضرروا ضرر شديد أصحاب المصانع أصحاب الشركات في مأمن من هذا الأمر أصحاب المدارس الخاصة أقل الناس ضررا أصحاب المدارس الخاصة لأنهم بياخدوا سطح على ترمين الترم الأول أخدوه من زمان الترم الثاني أخدوه حتى قبل أن يبدأ الترم خاصة في بعض المدارس لا أخدوه الترم الأول والترم من بداية العام ومع كل هذا نرى بعض أصحاب المدارس الخاصة لا يرعون لا ضمير ولا قانون ولا إنسانية ويأتي يوم الخميس الماضي ويعلن أنه ينهي خدمات ستين مدرس البعض يتوسل البعض انكسر أمامه لكن لا تراجع وأخذ الأمر أن الأمر هو صاحبه هو الحاكم هو الآمر هو الناهي فكرني بالإنسان لما يطغى البعض يتكلم وصل الأمر إلى الإعلام هو لم يفعل هذا إلا إذا كان هناك من يسانده ويا للعجب المنطقة التعليمية لا تستطيع أن تفعل مع بعض المدارس الخاصة شيء بسبب أصحابها أو بسبب ما يقدمونه لإدارة تعليمية بعض الحفلات بعض الأمور تطلب منهم فبيلبوا الطلب لما وصل هذا الأمر لي توصلت مع بعض المسؤولين ستين مدرس ومدرسة بجرة ألم يمشيهم في ظل هذه الظروف على الرغم أنه الكاسب الكاسبان الربحان أكتر من أي حد يا عمي الوزير بيقول أن أنت تاخد المبلغ من أولياء الأمور يتخصم منه فقط الباص يتخصم منه الأنشطة يتخصم منه مصاريف الكهرباء وترجع الجزء ده لأولياء الأمور الجزء البسيط ده بقي المبلغ هتاخده من أولياء الأمور على أساس حضرتك تدي الرواتب للمدرسين وللعمال وهذا هو المنطق إنما هتقول أمشي ستين واحد طب لما قامت الدنيا والكل تكلم النهاردة صباحا عمل اجتماع معهم وبرجعهم الشغل مرة تانية توصلت مع النائبة الدكتورة مجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري الحقيقة ما كتش مسدقها الكلام حتى تأكد لها الأمر فكان رد منها أنها سوف تتواصل مع السيد الوزير ووزارة التربية والتعليم ولا بد من تأمين الأمر بالنسبة للستين دول أهم هيرجعوا هيرجعوا خلاص الأمر هو هيرجعهم بس سدقوني مش يسيبهم في حالهم فإحنا طلبين بالآتي رقم واحد عمل عقود للستين المدرس دول وننتظر ما تسفر عنه الأيام هو رجعهم عشان لقل الموجة عالية والتربية والتعليم اللي كانوا مسندين وتراجعوا وضع صعب مش هيقفوا معه في هذه الظروف لكن كل الخوف أنه يأخذها فرصة ويرجعهم وبعد كده يمشيهم تاني خاصة أنه مش هي المرة الأولى التي يحدث في هذه المدرسة دون أن أذكر اسمها هذا الأمر فإحنا بنطلب بالآتي هذه المدرسة أو غيرها من المدارس إذا كان فيه مدرس فيه عامل بسبب الأزمة وكورونا التي تمر بها البلاد مشه من المدرسة يتواصل معنا بشرط أنه يكون يشتغل معاهم أكتر من ست شهور ويكون هو ده شغله الأساسي مش شغال أضافي معاهم ولكن كان المدرس بيروح الصبح أو العامل بيروح الصبح فهده شيء أساسي بالنسبة لهم يعني يتواصل معنا احنا بعد شوية كده هيكون معنا دكتورة مجدة نصر عضو لجلة التعليم بالبرلمان المصري وللأمانة أبدت طب ياريت وصلنا مع النائبة الدكتورة مجدة نصر وإحنا بنطالب أن ستين مدرس دول يتعمل لهم عقود من بكرة يتعمل لهم عقود جديدة إنسى العقود اللي هم موقعينها في عقود عقود إزعان كده كده مش هيطول حاجة وكده كده هيمشيه والحاجة التانية بنقول للتربية والتعليم المدرس الخاصة ربنا يزيدهم اللي كسبوه السنة دي ما كسبوهش على مدار حياتهم التعليمية كلها معنا أمهاني من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام إزايك يا دكتور أهلا بحضرتك إزاي حضرتك عامل إيه بخير الحمد لله فضلي الحمد لله والله هي برضو نفس المشكلة يا دكتور المدارس الخاصة هي هي برضو نفس المشكلة بيطلبونا برضو برقصات وكمان ولا رضو يقبلوا الإيميل بتاعنا علشان علشان بنت تبتحن ولما رفنا المدرسة قالوا لا ده سنت ضعيف ونت بطيء ومش عارفين ندخل الأولاد ومش عارف إيه وكلام مالكلام ده فهي مشكلة بس يا دكتور هي بس المشكلة ما تحلتش يا دكتور إن شاء الله بإذن الله يعني تابع معي الحلقة ويكون فيه إن شاء الله ردود آخر الحلقة إن شاء الله فبنقول إن كان الدكتور محمد معايا برضو على الوطس بيبلغني إن كل ده بيحدث في المدارس الخاصة إحنا عايزين ليس بيننا وبين أصحاب المدارس الخاصة أي عداء بس الدولة وظروفها الفترة دي عايزة الإنسانية يمكن قبل الاتصال كنت بقول المدارس الخاصة ربحت هذا العام ما لم تربحه في أعوام سابقة إزاي الكلام ده إحنا فقونا إن عادة كبيرة جاي جدا من الخليج أولياء أمور بيرجعوا فعزين يدخلوا أولادهم مدارس خاصة فما فيش أماكن فكان لازم عشان تدخل طفل مدارسة ابتدائية حضرتك تجيب له وسطة من مين؟ ابتدائي مدارسة خاصة هتدفع فلوس تجيب وسطة من السيد معالي الوزير واشتغل النواب وبالفعل بدأوا يجيبوا تأشيرات من السيد مكتب السيد ووزير التربية والتعليم ويدخلوا المدارس الخاصة لدرجة إن بعض المدارس من سنة أو اتنين ما فيهاش طلبة يعدوا على أصابع اليادي الوحدة في كل فصل الآن قولك ما عندش مكان تماش الله ربحت وكتير قوي 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 والحاجة التانية وصلني كلام بس غير موسق معلومات من داخل بعض المدارس الخاصة لو الفصل فيه خمسين يسجل على الأوراق تلاتين والعشرين بعلم التربية والتعليم في بعض المحافظات والعملية شي يلمي وشي يلك يعني يستنفع ونفع بقول في بعض المحافظات فالعملية عندنا مدارس الخاصة ما فيش قانون يحكمها حتى رتب المدرس متدني جدا والأمور تمشي على هوا أصحاب المدرسة أو المسؤول على المدرسة طب تدخل التربية والتعليم التربية والتعليم فيه من الكلام ده ولك أصدر المدارس الخاصة هي اللي بتساعدنا وقت الزنقة لما بحتاج حاجة ببعث لأصحاب المدارس الخاصة إحنا عايزين مبلغ كذا عندنا حفلة كذا عندنا كذا فهما بيقفوا جنبنا فيعني بنعديهم حاجات تعدلهم إيه حبيبي؟ تعدلهم عدد أكتر في الصفوف تعدلهم ارتفاع في المصرفات أكتر من لازم تعدلهم مبالغة في سعر الكتب المدرسية تعدلهم مبالغ في البصات مبالغ فيها جدا تعدلهم كسفة في الصفوف تعدلهم عدم وجود ضرائب عن الأمر الحقيقي في المدرسة لا تعال بقى هنا أنت وهو تتحوله للمسئولية العامة أمام المجتمع المصري إذا كنا بنتكلم عن نحية التعليمية فيها كتير وكتير بس عشان الحلقة ووقت الحلقة وأنا هستقبل الفصالات من كل المحافظات وهنوى عن بعض الموضوعات سريعا كده فظل الأزمة وكورونا وبعض المستشفيات تعاني ويمكن من كم يوم كنت بقول انتظروا تبرعات من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين وبالفعل فوجئنا شركة سويرس 100 مليون فودافون 10 مليون دكتور هبة السويدي يمكن عانى على الشاشة حاليا سورتها عملت مبلغ وفي نفس الوقت عملت حاجة حلوة تاني بتزور بعض المحافظات وبتسلم حاجات سيفتي وأمان للجيش الأبيض المصري الأطباء وكل ما يحتاجونه حتى يؤدوا عملهم على أكمل واكه فالدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أهل مصر للتنمية النهاردة صباحا كانت في زيارة لمحافظة في يوم ممكن معانا الدكتورة هبة الدكتور أحمد الأنصاري محافظة في يوم الدكتور محمد عماد نائب محافظة في يوم وتسلموا اليوم كمية كبيرة جدا من مستلزمات طبية من الدكتورة هبة السويدي للأمانة أمس كان في تغريدة ليا إننا نطالب بعض المستشفيات ومنها حميات الفيوم محتاجة لهذا الأمر شيء جميل جدا جدا لما نلاقي الحاجة دي النهاردة صباحا موجودة في الفيوم وتسلم السيد المحافظ ونائبه فحبنا نشكرها ونشكر كل إنسان يأدي دوره الإنساني قبل أن يكون مجتمعي في هذه الظروف فشكرا الدكتورة هبة السويدي وهي إن شاء الله ستجوب معظم محافظات مصر وتفعل ما فعلته شكرا لها ولكل إنسان شريف فبنقول لها كمعها الفترة إحنا فيها دين إنها في ابتلاء الدين يقول لها في ابتلاء كل القرى كل المراكز كل المحافظات لا كل الدول كل القرات فأزمة فعايزين ندفع باللاته أحسن بل لا للجشع مش عايزين جشع والله المرض لما بيجي الواحد لا هينفعوا لمنصب ولا جاه ولا سلطان ولا مال إحنا شايفين إن الدول الأجنبية معظمها أصيبها من في السلطة أصيبها المشاهير أصيبها أصحاب المليارات يمكن عشان عندنا في مصر ربنا حمينا وربنا يبعد عنا وعن الجميع الأمراض فمحتاجين تعاون من الكل وتكاتف وحزين تطوع فين الشباب الشباب اللي هم ما بيظهروش فعلا إلا وقت الجد طول السنة ياخد اللقطة البيه والباشا ولما مصر بتحتاج ما بتعيش غير الشباب ما بيقفش جنبها غير البسطاء غير الضعفاء معنا على الهواء مباشرة السلام عليكم عليكم السلام وعن الله بركاته مساء الخير يا دكتور مساء النور يا سمي حمد أكبر حضرتك عاملين حضرتك تحييات المعليك والكامل الفريع اللي عدال عند حضرتك الله يعزك حبي السمي حمد كنا بنتكلم من الشباب بيقفوا مع مصر وقت الأزمة والناس البسطاء الناس الطيبة الوطنين بيقفوا مع مصر وقت الجد ويختفي من يتاجر باسمها مساء محمد عايز توضح لنا إيه الأعمال التطوعية في مركز يوسف الصدي التي قام بها الشباب وأنت واحد منهم ربنا يبارك في معليك وبنشكر حضرتك على الدعم الدائم للشباب يا دكتور وهذا ليس بجديد على معليك الله يعزك وحضرتك احنا كمجموعة شباب في مركز يوسف الصدي عاملين جوروب اسمه أدارة أزمات يوسف الصدي واشة واشنة عاملين في شبيه للتنسيكي للتنسيكية شباب واعي شباب محترم شباب يدري ما يدور يعي ما يدور حوله طبعا لما لقينا الفيروس والدنيا والوضع وما فيش أي تحركات خدم الخطوة الأولى من نابع حبنا الوطنة اشتغلنا تعقيم في جميع الكرة ومراكز مركز يوسف الصدي واشة واشنة وجميع النجوع تعقيم اه تعقيم وتطهير الميادين المصرح الحكومية المساجد الكنائس المواقف جميع اي منطقة بيحصل فيها تكدس كنا بتحقيمها طبعا بصراحة معنا مجموعة شباب مثقف جدا شغالين على مركزنا مركز يوسف الصدي واشواشنا شغالين شغله محترم جدا طبعا الشباب دي بدون اي احزاب لان احنا شعارنا في هذه المرحلة وطن بلا احزاب افضل من احزاب بلا وطن تمام واي كيان او حزب هيحاول يدور على مكاسب سياسية في وقت الازمة اظن دي سياسة عف عليها الزمن تمام دا احنا اتحرصنا من مبدأ حبنا للوطن معانا في الجروب بادارة ازمات يوسف الصدي واشواشنا ويمكن على صورة اسمحمد واضحة امامنا الشباب يوسف الصدي ودارة الازمات في مركزي يوسف الصدي وابشواي فضل اسمحمد ربنا يبارك فيما عليك طبعا يا فلدم اتحركنا اخذنا الخطوة الاولى حتى يمكن نكلمنا الصفق في التحرك قبل ما دولنا الصفق اتحرك وطبعا ده بإشارة السيد المحافظ وبعد شكر لمجموعة شباب يوسف الصدي تحركنا بشكل كويس جدا بدأنا نعقم الشوارع بدأنا نعقم المدين وللأمانة برضو احنا بنقدم الشكر للعمدة كمال سلوما رئيس مجلس مدينة يوسف الصدي الداعم دائما لشباب وفي ظهرنا الداعم المعنوي وجميع الجهاز التنفيذي في مركز يوسف الصدي طبعا دكتور رمضان الحاملة دي تشغال بالشباب ومن الشباب واللي بينفق عليها الشباب احنا كمجموعة مع بعضنا بشكل مجموعة احنا بتجمعوا من بعض ولا في جهة بتدعمكم ماديا لا لا يا فندم احنا بنقوم بتجميع الفلوس كلها ومن بعضنا بنكمل بعضنا بنجيب المواد التعقييم بنشتغل كويس جدا كل ده من جيوب حاجة بسيطة حبيبي اسم محمد ربنا يكرمكم ويدي هي شباب مصر ويمكن بقول ان الميزة في شباب مصر شكر لك اسم محمد شفيق الميزة في مصر وقت الجد بيقف جنبها البسطاء الشباب النقي الشباب اللي مش بتجر باسمها لعمره تجر بالمنصب ولعمره تجر بالدين ولعمره تجر بأي حاجة شباب مخلص بجد عشان كده هنيئة لمصر بشبابها وهنيئة لشباب مصر بمصر لكن للامانة انا عايز اشكر برضو شباب قرية طبهار دايما وابدا متقدمين في عملهم ووقفهم مع بلدهم شباب قرية سيلة اعمال جميلة وشباب افكار حلوة شباب ابو جندير لا انا مش عايز انسى حد تقريبا كده القرى عشر على عشرة شهادة لله كل القرى مأدية واجبها من تلقاء نفسها الشباب يمكن في البندر وفي كل المدن مش ظهر اوي كل واحد اتكل على التاني اصلا فيها النقب فلان فيها الملياردي الفلان ومحدش نزل امر اصلا محدش نزل ارض الواقع زي الارياف والقرى نزلت وبجد فانا باشكر كل قرية باسمها في مركزها في محافظاتها على ارض مصرنا الحبيبة كل الشكر والتقدير لهذا الشاب من تلقاء نفسه نزل تعقيم نزل تطهير نزل كمان تنظيم الصفوف للمعاشات وخدمة جميلة رائعة الكراسي الكبار السن دي مش في قرية واحدة كل القرى اللي ذكرتها دي يا جماعة الحاجات دي موجودة فيها شيء رائع شيء جميل طبعا محمد شفيق ذكر العمدة كمال سلومة وانا عارفه عن قرب للامانة ابن من ابناء الفيوم يستحق كل التحية والتقدير ويكون في افضل المناصب كما لا انسى معانا الاسازة دكتورة نيهاد من القاهرة والعمل التطوعي سلام عليكم دكتورة معاليكم السلام يا دكتور رمضان ازاي حضرتك تحياتي البرنانج والحضرتك والجميع المشاهدين خالص تحياتي لحضرتك والفريق العمل مع حضرتك دكتورة نيهاد الهاشمي والعمل التطوعي منذ اعوام وانتي فيه ما هو جديدك في هذا العام وفي هذه الازمة ماذا تؤدون خدمة للاهل مصر عشنا ان شاء الله مجموعة شباب عين شمس هنا عاملين مبادرة جميلة جدا من منطقة عين شمس بيقدم خدمة لبلده احنا عايزين نشكره النهاردة اتفضلي يا دكتورة الله يخليك مشاكرة زو حضرتك انا عايزة رجية رسالة للناس اقول لهم اني بناتنا جميلة قوي وان شاء الله هنعبد من القزمة دية بإذن الله وان شاء الله وانا عايزة اشكر اطباء مصر على الهواء وكل طريق سرق السمريض وكل الناس اللي دلوقتي حاول تعالج الناس ان شاء الله وبذكر في هذه الدولة والحكومة والجيت والشرطة وكل الناس وأهل مصر كلهم وبتمنى لهم الخير والسعادة وان شاء الله ان شاء الله هنعجل من قزمة دية وكلنا ايد واحدة ومفضلكم انا بقول رسالة اتفضلي ممكن انا انسانة بسيطة جدا يعني مش حسي حاجة بس انا بحاول لابد المجهود اني اوصل الرسالة دية اتفضلي لو عندكم لو جارك محتاج وحاجة دي محتاج اقسم معا وقبتك لو جارك شايف حق مش رأي جيب سوا ومعاك سواف دكتورة نهاد العشيمي شكر لحضرتك معانا البراءة من سوهاج محافظة سوهاج سلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم فضلي حضرتك السلام عليكم يا دكتور انا عندي مشكلة بسبب العمالة الغير المنتظمة وانا حاليا انا من سوهاج واسي مقيمة في محافظة مقيمة في القاهرة في عين شمس اه فعني جوز يعني ان كان بيشتغلوا كده بس بسبب الفيروس والكلام اللي احنا فيه دلوقتي مش معا شغل دلوقتي تمام وانا قاعدة في شقق اقبار وكده ولو ظروف يعني مش تمحة ان هي عشان اقبار العليا وكده فعايزك توصلني لأي حد ما اقول من اي بتعود خير وكده يساعدوني بأي حيالي حضرتك في عين شمس ايه انا في عين شمس حاليا طيب اه شكرا لك انا تواصل يا شباب لو حد بس يتواصل مع الدكتورة نهاد وجدنا تليفون لأستاذ احمد الاسواني في عين شمس ونعمل معهم داخل اه بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل ثم ارجع مرة ثانية مشاهدين الكرام اهلا ورحمة بكم مرة ثانية بعد الفاصل كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الشباب والعمل التطوعي وتنقلنا من محافظة لمحافظة ما شاء الله حاجة تفرح رجال الاعمال المسؤولين الكبار ماذا قدمتم لمصر بالله عليكم انتم راضيين الناس كلها الان تستغيث بالله ثم بيكم الوقف اقفوا مع الناس الفترة دي الشعب المصري ما بينساش اللي بيقف معاه ابدا وفي نفس الوقت ما بينساش اللي بيتحك عليه واللي تجرب بقضياه يا ما تجرنا بالشباب ويا ما تجرنا بالمعاقين ويا ما تجرنا بامور كتيرة جدا حتى تجرنا بالدين تجرنا بالوطنية الوقت ده ماش وقت تهريك وقت اعمال بجد وقت افعال لأقوال قدل عليك ارضي ضميرك الناس كلها تنظر الى الاغنياء الام انت حضرتك كنت بتطلع عمرة كل سنة السنة دي ما فيش عمرة المبلغ ده ادفعوا والله تاخد اجر اكتر من العمرة انت كنت متعود بتعمل عزيم كتيرة بقى وبتعزم البحف ولان والمعالي فلان وبتعزم ناس معينة وبتصرف لك الاف ما تخلي نصهم السنة دي كده للبسطاء للضعفاء للمساكين الناس المحتاجة الحمالة اللي غير منتظم يا جماعة ملف صعب او اتفكر انه هو العمل البسيط بس معنا تليفون الحج علي من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام عليكم اتفضل يا حج تحياتي لكم سنة العمل جميعا اهلم بحضرتك والله عايز اكلم اسم مشكلة كده بفصوص الامح محصول الامح اتفضل محصول الامح السنة دي يعني من الناطرة والسيول اللي جات دي دي شلك الامح السنة دي يعني الارض يعني نام كله والسنة دي طبعا محصوله يعني ضعير يعني المطر مع المية اثر على المحصول في اثر اثر على الامح رقدوا كله في الارض كده يعني يعني نهى عليه يعني نسبت 50% لو جاب امح 50% بقى قوي طب ايه المطلوب يحكي المطلوب انهما قالوا انه فيه تعويد ومش تعويد وطلبوا البطاية وطلبوا مننا صور البطاية العالية والزرعية مين اللي طلبها؟ مين اللي طلبها؟ الجامعات الزرعية الجامعات الزرعية ماش تفضل اه فأسلهم تمام ازاها تعوضونا ازاها تعوضونا عن الفدان وانه عن الاردب وانه عن قاب الزرع تمام فطبعا بيقولها اتلعهم مشردين يحصلوا طب اهنا سايلة كلها ما فهاش ما فهاش غير مشر الزرعي واحد طب يا حاج منكم بس اتكلمني اسمعني من التلفون وابعد شوه عن التلفزيون اه حاضر حاضر انا بعيد توقع يعني طبعا الجامعات دو قاته فاش غير مشرف واحد طب المشرف ده يجيب البلد كلها فاترة تلاف فدان او الفان فدان تمام او الف فدان مزروعة ما هيجبهم على قد كيف المشرف اللي واحدين هيجبهم على قد كيف طب ايه المطلوب؟ طب السلم انا بقى السلم رأي السلم رأي حلو السلم رأي انكم انت تدو تعويض على المحصول السلم اللي يروح الشوي اللي هستلم الفلاح للحكومة طبgg ما هستلم عشان يا رأي بيدينا على عشان يا رأي بيدينا على طبما كدا هيستفيد التجار ما التجار ما هيجبين يطلر بقها ال ours يودى أنك انا بيني ِ ايدي يعني تعاني الفلاح نفسه يودى بنفسه هو الفتاح هو اللي يودى انما انا كدا انما انا كدا انا عندي مثلا خمت فددين اي اجنونهم ثلاثة امح واثنين برسيم عامل اربعة برسيمة عامل فدان امح يبقى انا كده هستغل الموقف يعني انت عايز تاخد اللي ياخد تعويض هو من تضرر بالفعل اه اللي متضرر واللي هو يودي امح الشان فعلا تمام تمام اللي هو يودي باسمه هو الفلاح انا الفلاح اللي اودي مش هدر التاجر تمام تمام وضعت الرؤية ممكن يا شباب اي حد مسؤول من وزارة الزراعة او مجلس النواب اللجنة الزراعة يتواصل معنا شكرا حاجة علي شحات من القاهرة اه بنقول ان الفترة دي يا جماعة محتاجة تكاتف الكل محتاجة اخلاص شوية محتاجة بلاش الانا انت متطلع انك تكون في منصب ما طب لا قدر الله لو حصل حاجة لعمرك هتشوف المنصب وحتى الفلوس اللي انت عملت زود فيها مش هتتمتع بيها ما تجي نقدم السبت عشان نلاقي الحد اقف مع الناس الشعب المصري زي ما قلت ما بينساش اللي وقف جنبه وبينساش اللي يضحك عليه مستحيل فالشباب ما شاء الله في كل القرى في كل المراكز في كل المحافظات ادى اللي عليه وزيادة والله لو كاتل الفلوس اللي في مصر دي مع رجال الاعمال مع الشباب لكننا شفنا وضع نباهي به العالم كله اه صحيح مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا حميها وزكاته طعاما وشرابا في عهد يوسف عليه السلام فالآن مصر ان شاء الله ستعود ويمكن الكلام ده انا قلته اكتر من سنة قبل اي ازمات ان مصر بتظهر والمعدن الاصيل يظهر اثناء الجد احنا دوقتي حاليا هنمر ان شاء الله من الازمة دي بس مش عايزين حد يا جماعة يكسب يجي فاكة كده يلوع ناق الحقائق وينسب اعمال الشباب ليه مش عايزين حد كده ياخد اللقطة ويقول احنا اللي عملنا واحنا اللي ودينا والله اللي شغال بصدق على ارض الواقع هم الشباب يشهد الله سبحانه وتعالى كل تواصل كل امور كتيرة جدا يقوموا على امرها الشباب ويمكن اسم محمد شفيق ذكر كده وذكرت انا بعض القرى اللي فيها الاعمال ماش من النهار دي يا جماعة اي ازمة اثناء الثورة في خمسة وعشرين يناير الفين وحداشر الويف وفي الشارع ومصد اول وحقص صد اول هم الشباب فبنقول ان الشباب هم عماد المستقبل هم شباب اليوم هم قادة المستقبل فلابد وامن الشباب لا يسرق قدوم احد ايا كان الحاجة التانية العمالة الغير منتظمة او اتفكر انه هو العامل بس لا والله يا جماعة الموضوع اكبر من كده هو العامل اه والمحامي اللي كان عنده مكتب ومشهود وقت ما الشغال اه فيه انظور نقابة المحامين والمدرس اللي تضرر بسبب تقرأ معنا مين الستاذ الرزق من محافظة الجيزة سلام عليكم حلو اهلو سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم اهلن بحضرك اتفضل حضرك ايو افن لو سمحت ويتوطي التلفزيون يتبدأ عن التلفزيون شوية اتفضل حضرك اتفضل حضرك اتفضل يا سيد رزق اتفضل يا سيد رزق اتفضل حضرك اه انت على هوا امبو شرطا امتفضل حضرك اه ودلوقت حضرتك دلوقت يعني انا بشكر اه بشكر رئيس الجمهورية اولا رئيس عبدالتاع السيفي تمام ثم بشكر شرطة مصر وجيش المصر المحترم تمام وبشكر فريد طب المحترم تمام اه حضرتك لا الصوت مش واضح يا سيد رزق مع حضرتك اه شكرا سيد رزق من كهاري اتحاول معنا مرة تانية اه يمكن بقول يا جماعة ان نقابة المحامين فين من الازمة دي اه نقابة المهن اه ايا كانت بقى الحرفية النقابات فين دورها الفترة دي اه نقابة البطاريين على مستوى الجمهورية لازم ان توقف نقابة الاطباء لازم توقف لازم كل النقابات يا جماعة توقف الفترة دي اه ناس كتير جدا متضررة واعتفكر العامل بس اللي كان شغال وظيفة اساسية وشغال وظيفة اضافية بعد الضهر ومعظم الموظفين عندنا كده في مصر فنظر للحظ فهو مكتفي بوظيفته ليه اصلا ما تكافوهش اكل عيش وكان شغال وظيفة تاني وقاعد في البيت الفترة دي مين لا يعوضوا الدولة مؤدية اللي عليها ولكن حتى تبرعات ما احترامل كل اللعيبة والممثلين والممثلات وكل من حب ياخدوا اللقطة ومشكور على هذا العمل انا عايز الكل يا جماعة الحاجة عميلة تدفعه بس يتدفعها لله واجرك على الله هتدفعها عشان تتصوروا وشغال لم يعم يدفعها برضو عايزينك تدفعها واجر الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا من كان عمله خالصة للاسن معانا السز حسن من القاهرة السلام عليكم حسن معلش الاتصالات شوية زحمة فشباب انا مش عايز اتصالات كتير عشان وقت الحلقة فبنقول ان الفترة دي عايزين كل واحد في حزب معين شخصية معينة عايز يزهر يا عمي خدها خدوا اللقطة بس ادفع لازم تدفع بجد الناس فقلا محتاج داخلين على شهر رمضان تخيلوا يا جماعة لما تسمع ان شاب اقبل على الانتحار بل انتحر بسبب الظروف لما تلاقيه قسر قاعدة في البيت كده ورب الاسرة ما بيشتغلش وعاوز يصرف اب وزوجه ومعه ولدين ثلاثة في البيت قاعدته في البيت بيحتاج قد ايه ومين عشان يصرفها وهو ما عندوش اي حاج غير ان هو عامل لا يا جماعة محتاجين الملف في ودار جمعية رسالة ما احترام اليهم عايزين اللي يساعدهم من الشباب المتطوع اهل مكة قدرى بشعابها بقى معقولة جمعية رسالة او مصر الخير او اي جمعية اللي هي مقرها في المدن تعرف مين في القرى واللي هنقضيها مجمالات ونقضيها معارف مش هينفع ارجعوا للبقالات التموين الناس البسيطة اللي بتتزحم على رغيف العيش الصبح هي اللي محتاجة عندها كيلو رز في التموين بتاعها بتشتكي وبالضج هم دول اللي محتاجين اذا شيء جميل ان الجمعية رسالة تك احنا هنعمل خط ووطس والناس تبعت عليه المشكلة اللي منتكلم عليه وما عارم دوش وطس وما يعرفش الكلام ده خالص لا انا عايز شباب متطوع ياخد الاسماء وفيه تواصل مع جمعية رسالة تواصل مع مصر الخير تواصل مع الجمعية بعلم واشراف الامن بعلم واشراف المسؤولين انما لا يترك الامر لا الجمعية بعينها ولا الحزب بعينه الكل يتكاتف الشباب ما ياخدش فلوس في ايده بس الشباب ياخد اسماء الناس المحتاجة ويسلمها للجمعية ويتابع بنفسه ووصلها ولا ما وصلهاش اذا كنا عاوزين نقضي الازمة بجد ونمر منها لازم الشغل يكون كالتالي اولا الدولة تراقب الكل لا للمجاملات اي حد يثبت ان يتلاعب بالظروف في هذه الاوقات يحاكم محاكمة عسكرية سواء رفع اسعار سواء مجاملات على حساب اشخاص من اجل مصلحة شخصية مشتركة لا عزيزي الشباب اللي يشترك افتح ابواب الجمعيات للتعامل مع الكل انا مش ااخد فلوس منك انا بيجيب لك انا ساكن في المكان الفلاني الشرع الفلاني انا معي عشر اسماء ادي الاسماء هي تواصل انت معها ادي ارقام تليفوناتها ادي عنوينها وانا هتابع وصل لها ولا ما وصل لهاش شيء جميل جدا لما حصل ازمة المدرسة اللي اتكلمنا عليها في بداية الحلقة مهندس صديق لي يقولي انا فعلا بلغت النيابة اه انا مش مدرس وماش متضرر بس الامر ده متكرر في هذه المدرسة اكتر من مرة ولا رادع فقولت له شيء جميل بالتالي قلت يا الناس بأدي حاجة امام تواصلت مع احد المسؤولين بالامن الوطني واخبرته بالمسؤولية اه هو رجعهم اصح ايه وزي ما كل الرسائل الجيالين هم رجعوا وخلاص استلموا شغلهم والله لو مر دون عقاب ماش هو الوحد اللي هيعمل كده كل المدارس الخاصة هتعملوا اكتر يعني ايه ماشيهم ويعيشهم في المر خميس وجمعة وسب ويرجعهم الحد هو ايه اللي بيحصل والله هم عايزين يقفلوا على الموضوع الفترة دي وشكرا على كده يعملوا اللي هم عايزين يعملوه انا في تواصل مع الستين مدرس وبعض المحامين متبرعين يرفعوا لهم قضايا بس المشكلة احنا ناس طيبة البعض منهم كان متواصل معاك امبارح لم يعرف انه هيرجع الشغل النهاردة خايف على لقم تعيشه خايف على ظروفه كان امبارح يديك ورق ويتصل عليك النهاردة وانا هاهزره لكل العز بش ماش هاهزر المسؤول اللي هو ممكن ياخد حقهم مش هاهزر اي نائب يقدر طبعا انا كنت لسه بتكلم اي نائب ومعانا الدكتورة مجدة نصر عدو لجنة التعليم بمجلس النواب وانا بشكورها اول ما توصلت معها امس ابلغتني ستكون في تواصل مع السيد الوزير ومع وزارة التربية والتعليم دكتورة مجدة سلام عليكم عليكم السلام احترام واركاتو اهلا وسهلا يا فرد معاني الدكتورة سيادة النائبة حضرتك شايفة الظروف اللي احنا فيها وكلمت حضرتك امس بخصوص 60 مدرس مرة واحدة كده تم الغاء عملهم على اساس ان المدرس ما فيهاش شغل وهم ما عادين في بيوتهم حضرتك شايفة الامر ده ازاي لا الامر ده يعتبر امر تعسفي وعدم تقدير للمدرسة لالازمة اللي احنا فيها لان هي ازمة على الكل تمام يعني نظلم حد بالشكل ده فعملية انهاء خدمة 60 مدرس مهما تكن الظروف يعني ده شيء انا بعتبره حاجة تعسفية وغير مطابق لأي شيء في هذه الظروف فان شاء الله نلاقي حل ونتواصل مع المدرسة ونشوف ايه اللي يعني ايه اللي ممكن يتعامل لهؤلاء ويلغى قرار هذا التعسفية دكتورة هو النهاردة صباحا الرسائل الجيالي هم رجعوا شغلهم النهاردة مع ضغط اعلامي ولما اعلنت على الصفحة انا توصلت مع حضرتك وحضرتك اخذت جراءات وطلق بحاطة فهم رجعوا النهاردة الخوف ده انهم بكرة من كون يمشوا تاني خاصة العقود بتاعتهم عقود هشة عقود ازعال فاحنا عايزين نأمن 60 عامل دول او 60 مدرس دول مع العمال بعقود فيها شيء من الادمية اه تمام اتمنى بس ان حد يتوصل معايا واعرف يعني العقود دي شكلها ايه وهل هم مؤقتين وهل عقودهم يعني ليه هي هشة بهذا الشكل ونجد لهم حل وعقود يعني تكفل لهم الامان شوية حتى في هذه الظروف يعني فان شاء الله نبحث الامر بدقة ونشوف ازاي يعني ما يكونش ده يتكرر مرة تانية مش مجرد ان هم يرجعوا علشان بس الرأي العام وبعد كده بعد فترة بسيطة برضو يتكرر هذا الامر فان شاء الله نشوف المشكلة دي في لجمة التعليم ويعني اتمنى بس حد يتواصل معايا ويبعتلي بشكل شخص كده ان المشكلة بتاعته بالضبط وعقوده شكلها ايه ان شاء الله نحل لها يعني دكتورة يمكن كمان انا مش عايز بخصر المدرسة دي بس ده رسائل جايالي حاليا بقولوا انه ده بيحصل في معظم المدرسة الخاصة اه يعني هو بيحصل بس يمكن دي بشكل يعني زيادة قوي يعني بيبقى فيه ساعات احيانا تخفيف كده في ظل هذه الازمة او حتى يقللوا مرتباتهم او اي امور من اللي فيها انا بعتبرها نوع من الظلم فنبحث كل هذا ولابد ان يتحط قواعد ثابتة مش عشان هم مدارس خاصة المفروض لا يتبعوا برضو قرارات ويبقى فيه امان فيه وظيفهم في هذه الاماكن فان شاء الله نشوف في لجنة التعليم هذه المشكلة ونجد لها حل يتكلهم الامان يعني فيه وظيفهم دكتورة مجدى نصر عضو لجنة التعليم شكرا على استجابتك امس السريعة شكرا على تقديم طلب الاحاطة لحضرتك اليوم في شيء سريع جدا بنقول اي مدرس سواء تواصل معنا قبل كده او مش عايز يتواصل لظروفه احنا محتاجين بس صورة من العقود اللي هي بين المدرس الخاصة وبين المدرسين وعايزين اي حاجة تتم خلال العام ده على الاقل ضد الستين مدرس دول سواء النهاردة الشهر ده الشهر اللي جاي حد يبلغنا يمكن معنا الدكتور علي عبتواب على الهواء طيب يارتي حاول اتصال مرة تانية يا شباب عايز اقول لي الفترة مش محتاجة يا جماعة الدكتورة مجدى استاذة جمعية كتنائب رئيس جامعة المنصورة فتعرف قيمة العلم فعشان كده انزعجت امس تقول لي ستين واحد قلت لها ستين واحد قلت لها قرار ستين واحد ليه كده قلت لها عشان احنا كده الوضع ده يعني تظل ان هذه المدرسة خصيصا اعتقد ولا واحد عليها قصة من اولياء الامور كل الطلبة ده في عين بلا استثناء والغريب مش اول مرة في هذه المدرسة والغريب مسؤولين عارفيني الكلام ده والغريب ان ناس كبيرة بيجملوا في حاجات معينة وبتيجي على حساب المعلم البسيط بيليه عليك لو انت مكان المدرس ده تعرف تدخل الفصل تعرف تقف قدام اولادك ونت بتعلمه من شرح السطر اللي انكسر يوم الخميس والله لا يعوده حتى لو اخذ عشر اضعاف راتبه وان الامر مر مر مرور الكرام وتسوت زي ما بتسوي حاجة كتير تبقى امر صعب معانا على الهوم مشاركة ان استاذ الدكتور علي عبدالتاو سلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخبار حضرتك بخير والله الحمد لله ربنا يبارك فيك يا فاند الدكتور عليك ونسا بنتكلم على العلم والتعليم والاسادزة والناس اللي تمشيت خلال الكام يوم دولا من اعمالهم ونفسيات التعبانة الامل رغم الالم عايزين كلمتين من حضرتك كده يرجعوا الثقة عند الناس والطمأنينة ترجع مرة تانية عند الناس واسأل الله ان يشرح صدري وصدرك وصدري المستمعين لكلام حضرتك الطيوت فضل دكتور علي الحمد لله وحده والصلاة والسلام وعلى ملا نبيه بعده بدء تحياتي وتفضيري لشخصكم الكريم ولأسرة برنامجكم الكريم ربنا ينفع بكم البلاد والعباد الله يعزم ويجعلكم يعني لسانة تصم في العالم في الحقيقة الامل لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى وأنا يعني أثني بأني أقدم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك الله يجعله خير وبركة علي الأمة الإسلامية جميعا ويدخل علينا والأمة ناهضة من تبوتها مقالة من عسرتها بإذن الله تعالى وحضرتك أذكر أيضا غدا إن شاء الله يعني 13 و 14 و 15 بإذن الله إن شاء الله الأيام الثلاثة البيض أذكر بصيامها إن شاء الله وتعالى في هذا الشهر المبارك يا فندم في الحقيقة ما ينصر الأمل في هذه الأيام إن شاء الله وتعالى أننا يعني الله سبحانه وتعالى كريم عظيم وهو شهر الخير والبركة وفي الحقيقة لا نحرم من شيء إن شاء الله وتعالى يعني هذا الشهر الكريم أذكر نفسي وحضراتكم بإذن الله تعالى هو شهر البذل والعطاء والتضحية والسخاء والبوت يعني حضرتك في هذا الشهر الكريم يعني نعطي بإذن الله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنفقت أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف الميركاء والله واسع العليم هذا شهر الخير والبركة يبث في الناس الأمل بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا الفيروس بإذن الله تعالى يعني حضرتك له علاج بإذن الله تعالى وسيصل إليه المشكلة حضرتك أن نحن نتخلى عن الملك سبحانه وتعالى وأنا في الحقيقة من هذا المنبر المبارك والله فضلتك يعني دخول شهر رمضان والبعد عن المساجد يا معالي الدكتور رمضان هذا يعني يعني يؤهد وخطب الحضرتك وأنا يعني أدعو من هذا المنبر يعني مشيقة الأزهر المبارك إن شاء الله تعالى وأنا أزهري ولي عظيم الشرف فأنا أخذي كلية الشريعة والقانون أيضا بأن يدرسوا هذا الأمر حضرتك لأنه والله دخوله ونحن بعيدون عن المسجد يعني فيه حضرتك تيئيس وديننا لا يعرف الحسن أبدا ولا تهنوا ولا تحزنوا يتدارس الأمر بإذن الله تعالى وفي ظل حضرتك لأنه مسلمة إن حضرتك بني إغلاق المساجد على مسلمة إن المساجد يعني أماكن يعني تجمهر وهي لم تكن كذلك المساجد تسكو هجران أهلها كالبالحضرتك فلعل الله سبحانه وتعالى لو درس هذا الأمر إن شاء الله تعالى يعني بإذن الله يبث في الناس الأمل بإذن الله تعالى إن شاء الله والخير والبركة بإذن الله دكتور علي عبدالتواب شكرا لحضرتك طبعا مسألة المساجد شأنها شأن كل المؤسسات وهي تدرس الآن وأنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى ربما يوم عشر رمضان نعلن انتصار على هذا المرض على مستوى العالم مش في مصر بس وكون ذكرى ستة أكتوبر عشر رمضان وأبدها سدقوني بجد الدولة عايزة تصلي في المساجد وعايزة تفتح الكنائس وعايزة ترجع للعمل ويمكن طلب رجال الأعمال إن نزلوا الناس الشغل أنا متعجب من هذا الطلب يعني الرئيس يقول الصحة وإنسى أي مبالغ مالية والبهوات البشوات أقول إيه؟ مش عايزة أكتر من كده يقول لك لأ نزل العمالة لو مات كذا واحد يعني مش مشكلة البلد ما تقعش آه عشان انت أمن نفسك وقاعد بس والله المرض ما بيجيش اللي في الشرعه بس ده ربنا سبحانه وتعالى قادر إن يبتلي أي إنسان يضحي بغيره عشان هو يركب الموجة بقى شد الابتلايات إيه ده حبيبي شوية كده بدل ما تقول العمالي عدوا يستريحوا الشهر ده وأنا هدفع ليهم ده أنت معاليك بتعمل الحفلة بتتكلف الملايين وفيها ما فيها من أمور مش بحش أتكلم عنها يعني والأمر بيعدي والناس عارفة الكلام ده فعايز تقول لي العمال أنا هنزلهم حتى لو مات كم واحد والأسف تصريحات موجودة والناس كلها أرياها وشايفاها وسمعاها ومحدش برد معانا الأستاذ حسناء من الجيزة سلام عليكم أستاذ حسناء سلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا أستاذنا عاملين أهلا بحضرك اتفضلي لو سمحتي وطني التلفزيون أو بعدي عن التلفزيون شوية لو سمحت حضرتك أنا باتكلم طيب اتفضلي حضرك اهلا تفضلي طيب حضرتك دلوقتي بيتكلموا بيقولوا احنا ما نخرجش من البيت وجوزك ما يخرجش من البيت وأنا معي أربع عيال بيأكلوا يشربوا وقعدة في بيت سكنة يعني أنا باعدة في بيت سكنة بسعى 550 تمام وحضرتك يعني أنا يعني الضوزي شغال القهوة دي دلوقتي القهوة أكلت تمام حضرتك أنا متعرفة يعني أكل يالي إزاي ولا أشربتهم إزاي ماشي يا أستاذ حسناء شكر لحضرتك يا جماعة الحالات اللي بتحاول تتصل على دي دي نموذج بس اللسان حال معظم الشحب المصري ما أنت بتتكلم كم في المئة موظفين كم في المئة أغنياء كم في المئة عندهم مظروفهم تساعد ويعدي من الكابوة دي بس اللي ما موغوش يا جماعة أقسم بالله أنا كان فيه حالات كان عندي استعداد يطلعها معايا وهو عندي استعداد يطلع لو لأن أنا فكرت بالأمر بطريقة تانية ما ينفعش الناس تزل بهذه الطريقة في الأرض مصري الغالية يا جماعة احنا عايزين الأغنياء محتاجين بس ترشيد وقدارة لكل الجامعيات الخيرية لكل رجال الأعمال الدولة نفسها تشرف المواد الغذائية تنزلوا بكسرة خاصة للعمال الغير منتظمة وزي ما قلت العمال غير منتظمة اللي هو أهواجي زي ما اسمعنا والاستاذة حسناء وغيره كتير عامل بسيط حتى بعض الموظفين محتاجين يا جماعة سدقوني بجد والله ربنا هيبص لقلوبنا لو ليه في قلوبنا خير هيدينا خير ولو ليه في قلوبنا شر هيصلت علينا ما لا نستطيع أن نتحمله الدنيا كلها والله ما هيينفعنا لمال ولا بانين ولا أولاد ولا جهة ولا سلطان لازم أن نرجع لربنا لازم أن نرجع للحب والتواصل بيننا ومن بعد وصلة الأرحام خاصة في هذه الأيام شهر رمضان المبارك على الأبواب أسأل الله سبحانه ألا يأتي إلينا شهر رمضان إلا ورفع عنا الوباء والبلاء والغلاء مشاهدين الكرام إننا ألتقي بحضرتكم الأسبوع القادم أستودعكم الله لذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته